وبتكلم على الاستثمار في البحث العلمي القائم على البحث العلمي في مجال الصحة مصر عندها النهاردة متبنية لـ 17 هدف للتنمية المستدامة بتوى الأمم المتحدة ومختارة منهم 10 محاور الأفريقيا من سنة 2013 عندهم حاجة اسمها أجندة 2063 رؤية الأفريقيا بعد 50 سنة فـ 2063 هي بعد 50 سنة من يوم ما اتعامت الأجندة دي سنة 2013 المحاور عندهم تمام محاور وإحنا عندنا عشرة في الخطة الاستراتيجية بتاعة البحث العلمي في مصر وفي بينهم تشابهات لأن الهموم واحدة يعني احنا متوسطين في الغالبية العظمى من الأهدار أصليات تحديات واحدة أهمهم الغذاء، الزراعة، المياه، الرعاية الصحية دي موجودة على مستوى العالم مش في مصر بس أو في أفريقيا بس فالحياء التعاون ما بين مصر وبين الدول العربية والإفريقية لازال دون مستوى المقمول يعني بكل صراحة يعني بس في حركة نشيطة لأن يزيد في الفترة اللي جاية أنا مدير التنفيذ للسندوق العلم والتنمية التكنولوجية وإحنا معانين بتمويل البحث العلمي فإحنا النهاردة بنعمل ده بيحتاج مخصصات ضخمة جدا يا دكتور ميادة آه بيحتاج مخصصات وإحنا على الحالة عندها مخصصات مش قليلة آه أنا بكلم أن في بعض المدان بيكون عندها ربما أولويات مختلفة ودي قدرة على التحدي يعني وإحنا بنتكلم في حاجة دلوقتي لا غنى عنها البحث العلمي تمام بس إحنا لسه متفقين أن المحاور البحث العلمي في أفريقيا في عم أفريقيا في أجندا 20-63 أو في خطة بتاعة مصر أو في الخطة بتاعة هدف التنمية المستدامة على المستوى العالم متشابها آه فيه تحديات متوجودة في كل حتة وده دور التمويل المشترك إحنا مثلا عندنا شركات مع دول كتير أول حول العالم لتمويل بحوث مشتركة ما بين مصر ما بين دول في أوروبا أو في أمريكا أو في بلاد أخرى لكن ما عندناش شركات بنفس القدر من التوغض والكفاءة مع بلدان أخرى بس أنا لازم المشرع بيتدخل هنا يا دكتور أمت لا مش مشرع يعني إحنا بنتدخل هنا في مصر مثلا وإحنا بنتكلم على الدستور كان فيه مخصصات معينة لفئات ميزانية الدولة بالضبط من ميزانية الدولة هل ده ممكن يطبق بصعوبة ولا بسهولة في يدي البلدان اللي عندها تحديات مختلفة هي ما أعتقدش أن المشكلة في كم التمويل أو نهاتي واحد في المية أو أكتر أو أقل لأن في الحقيقة التمويل الموجود لا يستخدم بالكامل أنت العقبة في الحقيقة أنت لسه ما وصلناش للسقف اللي هو محكوم بقدر الفلوس لسه مش في النقطة لسه المشكلة كلها في أنتك تخلق الآليات اللي تخلي الناس دي تعرف تشغل مع بعض سواء جوا مصر مع أفريقيا جنوب الصحراء مع الشمال الأفريقي نحن النهاردة في تعاومة بين مصر ودول المتوسط البحر المتوسط داخل فيها الشمال المتوسط في أوروبا وجنوب المتوسط في الشمال الأفريقيا دلوقتي نحن في الصندوق نحاول دعم مبادرة جديدة علشان تبقى دول جنوب المتوسط بس ونضم ساعتها هتبقى فيها المغرب تونس مصر الأردن لبنان دول جنوب المتوسط يا حضركم مرضو بتتجاوه في منظومة كيانات مش اتجاه فردي بشكل كبير بالزبط لازم تروح تبقى جزء من كيان أكبر لأن ده هقدر يخليك تقدر تعمل بالقدر التمويل بتاعك أين كان تتشارك بأنك يبقى تمويل أكبر بحسين أكتر بعقول أكتر من بلاد مختلفة كل دولة بتمويل بتاعها الخاص ونقدر نعمل حاجات أكبر لمصلحة الجميع هنعمل إيه؟ بندور على الهموم المشتركة أو المشاكل المشتركة وزي نقول الحركة هي المنطقة العربية وإفريقيا فيها مشكلة ميا يعني قولاً وحيداً فدهم المشترك لنا كلنا فتحلية الميا حاجة أساسية النهاردة بنتكلم على الزكاء الاصطناعي كل قواعد البيانات الحاجة لزي كده محتاجة زكاء الاصطناعي إحنا الصندوق مثلاً حينزل إن شاء الله لشهر ده في خلق أيام يعني مبادرة جديدة علشان برنامج متكامل حزمة من الندقات البحثية في مجال الزكاء الاصطناعي قيبتها الإجمالية 182 مليون جنيه للبحثين تخيل بقى حالتك أنت والدول اللي حواليك بتتشاركوا في حاجة وبتتشاركوا في المخرج يعني في الآخر كل واحد بيحط فلوس معاه وتمويل معاه وباحثين من معاه أهم الفلوس كمان العقول والمخرج بنتشارك فيه ده في النهاية حيقدي لحضراتكم للغرض اللي أنتو بتهدفوا من خلاله إن أنتو عملتوا مثل هذه الشراكات في الأول إزابة كده عشان نحل المشاكل المشتركة اللي هي هم مشتركة لنا جميعاً